ما فيه شك أن التطوير اللي حصل في قطاع السكة الحديد والمترو اهتم بشكل كبير جداً بالنقل الزاكي إزاي نعتمد على الأنماط الحديثة في قطاع النقل الجماعي عشان نقلل من الزحمة اللي موجودة في القهر الكبرى عشان كده الدولة انشأت مشروع اسمه القطار الكهربائي أو ال-L-R-T هذا القطار بيربط ما بين مدينة السلام والعاشر من رمضان ومدينة بدر والعاصمة الإدارية بطول 103 كم وعدد محطاته 19 محطة القطار ده عمل نقلة كبيرة جداً في مستوى الجودة أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مش بس القطار الكهربائي لكن احنا كمان بقينا في المراحل الأخيرة لتشغيل المونورين وده بيعتبر الحقيقة أحدث وسائل النقل الزاكي بيتم تنفيذه الأول مرة في مصر وهيساعد في الربط ما بين المدن والمناطق العمرانية الجديدة كمان هيسهل من حركة المواطنين ويقلل من استخدام السيارات الخاصة ده غير أنه صديق للبيئة وبيخفض معدلات التلوث البيئي الدولة الحقيقة بتنفذ خاطين المونوريل خط فيهم بيربط محافظة الجيزة بستة اكتوبر والشيخ زايد أما الخط التاني فهو منوريل العاصمة الإدارية الجديدة واللي بيبدأ من محطة الاستاذ في مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية طبعا ده غير التطوير كبير بقى اللي بيحصل في مترو الأنفاء وده لتسهيل الحركة بشكل كبير جدا في القاهرة شفنا افتتاح المرحلة الرابعة من الخط التالت بطول 11 كيلو متر وعدد محطاتها 10 محطات من أول بقى محطة هاروم، ألف مسكن، هايكستيب، محطة عدلي منصور ده غير كمان إنشاء أربع محطات بالمرحلة التالتة المترو اللي بتربط ما بين العتبة ومبابة الحد جمعة القاهرة وطبعا المهم في الموضوع هو تدعيم المرحلة الأولى والتانية وده بيحصل بالفعل بعربات مكيفة وقطرات على أعلى مستوى كل الخطوط دي سواء في المترو أو القطر الكهربائي الخفيف أو المونوريل هدفها الأساسي توفير رحلات أمنة وكمان تحسين مستوى الخدمة اللي بتتقدم لجمهور الركاب وتوفير وسيلة انتقال حضرية تليء بالمواطن المصري بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر